صلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء غدير أما بعد عن معاز بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه البخاري ومسلم هذا الحديث نغف مع بعض الفوائد من هذا الحديث حديث معاذ بن جبل أولا قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ فقال لي يا معاذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه وهو على الدابة قال العلماء فيه جوازا نصيحة على الدابة يعني ممكن عادي أنت تنصح زول وتكون معه على دابة على عربية على طيارة على سيارة قال فيه جوازا نصيحة على الدابة قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم فيه حق الله على العباد شوف رب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ ابن جبل رضي الله وعرضاه يعلم حق الله على العباد وهو الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل يأتي يوم القيامة يقدم العلماء برطوة أي خطوة ي perpendicular علما يوم الغيامة معازم نجمع رضي الله عنه وعضاه هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه حق الله فوق الدابة وفي أي مكان الزول ما يتحرج حق الله يتعلمه للناس لأنه الليلة حق الله كثير من الناس شاء الله أدناء المخلوقين حق الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفاً أحد شاء الله أدناء المخلوقين لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وزي ما قال ربنا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وزي ما قال ربنا قلت تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا الكلام دواضح أن العبادة تكون لأله براه نقبض أقرب عبادة أنت بتدعبت بيها مما تصبح لغاية ما تبسى الدعاء قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الدعاء ده مش حق الله براو مش حق الله براو وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه والدعاء هو العبادة زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وشاروا الدعاء ده بيقول ينادوا المخلوقين بدل ما يناد رب العالمين يناد ميت لا يملك لنفس نفع ولا ضر الله قال عنهم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين دعا بي زيك زيو أزيك ما عنده حاجة الله قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ما بيجيبك لأنه ما عنده حاجة فاقد الشيء لا يعطيه الله قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب هذه الآية تتكلم عن أناس كانوا ينادون الجن وفي نواية ينادون عزيراء فكانوا ينادونه يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى لما أسلم الجنيون الجن أسلم والإنس لسا مستمرين في عبادة لسا الإنس بنادوهم وبعبدوهم من الله سبحانه وتعالى فالجنيون استاؤوا من هذا الأمر وكرهوه فربنا نزل الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الناس الذين ينادون لهم كن ذات عبيد لأله زيكم ما عندهم حاجة لكم وده من الشرك بالله سبحانه وتعالى وده حق الله المضيح في البلد دي في كل السودان ما في مدينة إن لو يعبد فيها قبة وإن لو يعبد فيها غبر من دون الله سبحانه وتعالى يعتقد في الميتين ويسف تراب ويحلف بإجاه ويحلف بين ويترك رب العالمين الخلق والعياذ بالله فده من أكبر الشرك بالله سبحانه وتعالى وده من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وده بضيع إلينا حق الله في الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أنت لما تحقق الحق ده في فضل هنا وحق العباد على الله حق العباد على الله أن لا يعزب من لا يشرك به شيئا النبي صلى الله عليه وسلم قال له حق العباد على الله أن لا يعزب من لا يشرك به شيئا قال هنا في مشارع معناة الزولة بحقق التوحيد يا جماعة ما له الله ما يعزبه وبرضو في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث غدوسي إنك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يعني قدر الأرض دي زنوب وخطايا جيت لربنا سبحانه وتعالى ومحقق التوحيد ما مشرك به شيء الله بيجيب لك قدر مغفرة وأن الله ما يعزبك معاذ نجبر رضي الله عن أرضاه لما سمي هذا الحديث قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا قال له ما تبشر فيتكلوا فيه العلماء قالوا عدم ترك العمل والإتكال على رحمة الله يعني ما تقوم تخلي الصلاة وتخلي الزكاء وتخلي فرائد الإسلام لأجل إنك موحد لا تصلي وتصوم وتترك المعاصي والزنوب وتتغي الله سبحانه وتعالى إذا ربنا سبحانه وتعالى بيوقيك من أهل الفضل إن شاء الله ومن أهل المغفرة هذا وصلى الله على نبي محمد وعلى أهل وصحبه وصلى الله قدم أخونا محي الدين ترجمة نانسي قنقر